السلام عليكم ازيكم يا احلام تابعين؟ يارب تكونوا بخير معنا النهاردة خبر جديد بيقول المالكة رانيا تتحدث لتو دي عن تربية اولادها وتخرجهم وزوجهم بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الآن خلال تواجد المالكة رانيا في نيويورك لحضور مبادرة النساء ينهضن لاجل المجتمع اطلت المالكة رانيا العبدالله مع الصحفية هدى قض من برنامج تو دي لتشارك وجهة نظرها حول حالة العالم وكيفية مواصلة البحث للعصور على الامل في المستقبل كما تحدثت بصراحة عن تربية اطفالها الاربع امام اعين الجمهور ومساعدتهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وشاركت المالكة رانيا اليوم لقطات عبر ستور حسابها الخاص على انستجرام منذ لحظة وصولها الى مبنى تو داي شو وكواليس موابلتها مع الصحفية هدى قض بالاضافة الى اتصال السنائي المالكة رانيا العبدالله والاعلامية هدى قض بسميحة والدة الاعلامية هدى قض عبر فيستايم حيث بدت الام سعيدة بلقاء ابنتها مع المالكة رانيا وعبرت عن سعادتها بمقابلتها عبر الهاتف وقالت المالكة رانيا انها يجب ان تكون فخورة جدا بابنتها لتتأثر هدى من مديح المالكة رانيا امام امها وتقوم بمعانقتها المالكة رانيا تتحدث خلال المقابلة عن تربيت اطفالها بعد سؤال الصحفية عنهم وعن تخرج ابنها منذ اشهر بعد عرض صورته وهو في الاشهر الاولى منذ ولدته لتتأثر المالكة رانيا بذلك وحيث قالت انه شيء مخيف كيف يمضي الوقت بهذه السرعة تعلمين اننا نحن كاهل من واجبنا الاهتمام باطفالنا حتى يجبروا ويصبحوا جاهزين لمواجهة الحياة وهذا لا يجعل الامر سهلا عندما يأتي فعلا ذلك اليوم وهنا قالت اقصد انه في الفترة الممتدة من نهاية مارس الى بداية يونيو تزوج اسنين من اولادي وتخرج اسنين واكملت المالكة رانيا حدثها لتقول انها تعاني من الفراغ بعد زواج اولادها وخصوصا ابنتها المالكة ايمان لانها اول فتاة تتزوج في العائلة فكان الامر مليئا بالعواطف مع خليط من المشاعر بين السعادة والفخر لقوة المرأة التي تحولت اليها ايمان وبين الحزن على رحلها من المنزل وكل ذلك يأتي في نفس اللحظة ولا شيء يستطيع ان يحضرك لذلك وقد اعلن الاسنين الماضي في نيويورك عن اختيار المالكة رانيا العبدالله رئيسا عالميا مشاركا لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي للعطاء لتعزيم العمل من اجل الارض وجاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمبادرة للمالكة رانيا وكما عبرت عن فخرها بالانضمام الى المبادرة الى جانب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاويز شاوب في النهاية اذا عجبكم المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان